مساء الخير عليكم بتوقيتكم ومساء الخير برضو بتوقيتي حبيت اتكلم النهاردة على حاجة شفتها على الفيسبوك تخص واقل مش عارفة مش عارفة اقولكو ايه على حكاية واقل دي اللي انتو عاملينها يعني بجديل قوي ويعني نزلين فيه سلخ 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 يعني واقل غنيم ده جماعة حالة خاصة انتو ليه تعبين نفسكم ان انتو تدخلوا عنده طالما هو مش عاجبكم يعني انا مش معارفوش شخصيا على فكرة يعني ولا في اي بنا يعني مفيش بنا اي علاقة من اي نوع وخالص بس انتو مش قادرين تفهموا انه هو تحت ضغوط نفسية يعني الحياة بتحط الانسان تحت ضغوط نفسية خصوصا لما يكون عايش جوى مصر وطلع من مصر بالظروف اللي هو طلع بيها وبعدين جي هنا كمان فانا ببص في التعليقات كده بقالي كام يوم بفكر في الموضوع ده واتا اتكلم فيه ما اتكلمش فيه اتكلم فيه ما اتكلمش فيه بس قلت النهاردة اتكلم فيه يعني حتى لو انتو مش بتحبوه مثلا او حد ما بيحبوش ليه تعب نفسك وتخش عنده تشتمه او ليه تعب عندك وتتكلم عليه يعني ليه تعب وقتك وحرق وقتك على حد انت مش مش يعني مش شايف ان هو شخص انت محبوب يعني هو مش محبوب بالنسبة لك فليه بتخش عنده بتتكلم عنده ليه مش عاوز اخد دور اللي هو بيدافع عنه بس يعني عاوز اوصل لكم الحياة برا مصر لما تكون خارج منها وانت بالظروف اللي هو كمان خارج بيها انا نفسيا انا نفسيا ما كنتش خارجة بالظروف اللي هو خارج بيها ولا كنت في التحرير ولا كنت مع المتظاهرين ولا عندي حد الحمد لله من اسرتي توفى في التحرير بس قدروا يعني حاول تده دايما تلتمسوا العزر للاخر يعني حط نفسك دايما يعني دايما مكان الاخر عشان تريح دماغك وتريح نفسك وكمان ما تزودش عبق عليه لانه ما تعرفش ظروفه هو ايه بيطلع يشتم يا سيدي بيشتم على صفحيته صفحيته دي زي قط النوم بتاعته زي بيته هو حر يعني حتى لو انت شايفه شخص صليت اللسان وشخص وشخص اللي انا شايفاه من اللي بشوفه انه شخصيته انقلبت تماما تماما وتغيرت ما بقاش هو وائل اللي كنا بنشوفه في مصر اللي بيطلع مع الاعلاميين في مصر بيتكلم معهم بهدوء وبرزانة وبترتيب في الافكار ما عادش هو نفس الشخصية دي خالص تغير التغير لانه جيء في مستشفى المجاني اللي احنا عايشين فيها هنا انا لازم اقول كده لازم اقول كده مش عشان والده ابن عمتي ولا اللي فيه اي صلة بيننا لان انا عايشة في الجنان اللي هو عايش فيه فلازم الدماغ تضرب لازم لازم مش ممكن الدماغ تستمر بنفس المنهجية اللي كانت قبل الثورة اللي كان قبل الثورة حاجة بتاعت التحرير في مصر ولما نقل لمصر ولما نقل سوري لولاية كاليفونيا وجيه ولاية كاليفونيا الموضوع تغير تماما 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 ما بقاش هو هو نفس الوضع لان الاكسبكتيشن او التوقعات اللي هو جاي بيها وجاي بعد ثورة ودم وناس تانية رجبت مكانه سرقت الثورة منه هو والشباب اللي زيه طبعا بعد ما جيب بالنفسية دي وعاش هنا بقى لازم دماغ تضرب لازم الناس هنا دماغها ما بتضربش لان هي ناس عاوزة دماغها تضرب في مليون سبب عشان دماغهم تضرب التكسير الارادة سيستم الحياة مختلف تماما الاسترس عالي جدا جدا في الضغط العصبي على الانسان انت موجود لغيرك مش لنفسك اسباب كتير كتير وطول شرحها مش عاوزة اصدع نفسي بيها ولا اصدعكو بيها بس كل اللي اوزع اقوله في الفيديو ده يعني بلاش الشتيمة وبلاش يعني التنمر على الاخر وبلاش التنمر ده يعني مش هيوديك لحاجة وحيسبب ان الشخص التاني يتعب نفسيا اكتر لو انت يهمك مصلحته او اي حد تاني غير واقل كمان برضو لو يهمك مصلحته ما تطلعش على العلن وتخشله في التعليقات او تاخد شير وتشتمه يعني واقل ده مش قاعد في الحكومة مش قاعد في مركز قيادي مش راجل سياسي ما هو الشخصية يعني يعني تحت مسئولية تسمح لك ان انت تخش تسبه وتشتمه وتشهر به بالتشهير اللي بشوفه بالشير وبالكلام الابيح اللي بتكتبوه عليه يعني انتوا عايزين كل حاجة الكمال اللي هو واحده يا جماعة يعني هل انت كامل انت مش كامل اي شخص فينا مش كامل كلنا نقصين احنا محتاجين نكمل بعض فيعني التنمر اللي هو مش هيقدي في النهاية الا ان هو يعاند ويتعب اكتر ويفضل على الادوية بتاعت الحالة النفسية اللي هو فيها ديت يعني بحاول اوصل لكم انه مش هيوصل لحاجة الحياة بتخليه يعني يسبك ويجتمك انا بشوف الفيديوهات اللي هو بيجتمكوا فيها ويرد عليكم فيها بس بديه للعز لان انا متأكدة انه هو تحت ضغط عصبي وتأكدة انه بياخد ادوية اه متأكدة من دي لانه لما تقارن من 10-15 سنة ايام الصورة شوف كان بيتكلم ازاي والاسلوب بتاعه والاتيتيود بتاعه وشوف دلوقتي لما بيطلع يتكلم ويجتم والوضع اللي هو فيه لا هو اكيد في حاجة غلط المخدرات اه طبعا المخدرات لها دور بس يعني انت على قل حتى يعني يعني ابتسمتك في وجه اخيكة صدقة يا اخي يعني يعني ما هو انا مش عارفة اقول لكم ايه بس يعني انا بقى بعود اتفرق كده على الفيديوهات وقعود افكر اتكلم ما اتكلمش طبعا يعني ممكن اتشتم اه الناس تخش عندي اه تديني كلمتين على الخاص اه يعني خد الرأي اه ما عجبكوش يعني لو ما عجبكش اللي بيتكلم انا او غيري او واقل ارمي في الزبالة ارمي في الزبالة بس مش مستهلة ان احنا نشتم بعض ونتنمر ببعض يعني البنت اللي ماتت ديت اللي ما احناش عارفين لحد النهاردة اللي سمعتها من كام يوم في برنامج ان البيت زميلها اه عارفين ان هي تصورت في الحمام ومش عارفة مين تصورها ومين شهر بالصور بتاعتها يعني حتى ما من ربيش البنت على انها يعني زي الجيل بتاعنا كده اللي زعالك زعالي امه سوري في اللفز يعني اللي دايقك هتي لكن لما هي تبقى عارفة ان حد حيشهر بيها لأ ويشهر بيها ليه طب ما هي تطلع كده تكلم اهلها وتطلع للعامة كده وتقول ايه الموضوع لكن كون هنها توصل لمرحلة ان انت تعطى تنمر بيها وتشتمها وتهددها وينتهي بيها الامر انها ماتت يعني انتوا بتخربوا الترابط الترابط في المجتمع في الحارة في الشارع في القرى في كل الاحياء يعني الترابط المجتمعي ده لازم يكون صمام امان مالوش دعوة بالحكومات وبالسياسات ده لو دعوة بالنازع الانساني بينكم مجتمعيا ان يبقى عندك شيء من الانسانية بصرف النظر اللي جنبك ده دينه ايه فيعني حبيت بس كده يعني كلمة كده اقولها يعني بمناسبة ان احنا يعني داخلين على ايام مباركة وايام يعني المفروض فيها يكون شيء من التسامح شيء من الصفاء النفسي للاخر يعني انت مش مطالب ان انت تبقى حسيب ورقيب ومسك يعني الجنة في ايدك ومسك كل حاجة وعايز الحياة زي ما هي عايزك وفكرك احادي انت مش مطالب ان يبقى فكرك احادي ولا مطالب ان انت تطلب من الاخر انه يبقى فكره زيك وما تنساش اللي طلع ببرة دايرة مصر ميشي من مصر وطفش عنده اسبابه لما جيه بقى انا بعد ال 14-13 سنة اللي عشتهم ببرة مصر وعشت في نفس الولاية اللي هو عيش فيها لازم اقولك انه دماغه لازم تضرب لازم تضرب لانه السيستم بتاعها كده هي متهيئة على كده السياسات بتقدل كده ومتعمدين لكده حتى لو انت دماغك اديك مثال مثلا عشان اوصلك يعني لو انه حاجة شخصية بس احديك يعني قشور فيها كده في حاجة في امريكا اسمها جيري سيرفس اللي هو انت زي البنات عندنا في مصر كده الخدمة العامة في مصر بالمواطن لما ياخد الجنسية لازم يعمل الخدمة دي انه يروح المحكمة ويبقى من ضمن التصويت الجماعي او التصويت الشعبي للمحكمة حلو انا خدت الجنسية من 2016 عمرهم ما بعتولي اللي السيرفس دي خالص من بعد 2016 وخدت الجنسية محدش بعتلي السيرفس دي اللي انا اعمله الولاية اللي انا فيها اللي يا كاليفونيا التأمين اللي فيها الصحي لو انت نطيت من عصور مخدرات بقى مجرم عندك اي حاجة يعني ما فيش مشكلة حنديك تأمين صحي ببلاش لو جيت من عالباب وخدت ورق ان انت داخل من الباب ان انت يعني مهاجر شرعي برضو حديك تأمين صحي هي الولاية الوحيدة اللي بتدي تأمين صحي سواء انت بقى نطيت من عصور او سواء جيت لنا من الباب شوف قد ايه المشرع او الناس بتوع السياسة كدبين قد ايه منافقين يعني انا لما نط من عصور انط من عصور واكون جايلك بتاريخ انت لسه ما تعرفهوش ولا حتعرفه يعني تخليني زي اللي داخل من عالباب وبيطلع دينه ودين اللي خلفوه على ما ياخد الورق ويبقى معا الجرين كارد وبعدين يبقى معا الجنسية هل دي عدالة دي مسواه ده سؤال برضو للناس اللي يعني بتشغل دمخة وبتحاول يعني تفكر اللي بيتكلم ده بيتكلم مجنون ولا عائل كنت انا مجنونة خليك انت عائل فانا اخدت التأمين بعد ما يعني اخدت الجنسية ارجع لمنضوع الجنسية تاني من 2016 ما حدش بعتلي الخدمة دي خالص في 1 يناير عشرين اربعة وعشرين الدكتور اللي انا بتعامل معه اللي هو الممارس العام الفاميلي دكتور اللي بتعامل معه مثلا من 4 سنين او من 5 سنين كده اضغيع لانه طلع على المعاش وتفر الاسباب اللي طلعته او يعني ايه المهم انه طلع مفروض دكتور تاني مفروض دكتور تاني يحل مكانه لا طلعوني من الجروب ده خالص لان الجروب ده في حاجة ما ما قدرش اقولها على الاكاونت هنا عبداعي انت ممكن ترجع عليه بالمسألة فبدأ ما انت ترجع عليه بالمسألة اندخله في دائرة اللي من يوم ما جيت وهي ما بتنتهيش اللي هو زي النكتة بتاعة علاء مبارك وجمال وحسن مبارك هز الكارتونة عشان الكاتاكيت تنزل ما يعرفوش يقوم ولا يطلع هو نفس الموضوع بس على غباء يعني بدون حتى يعني احترام لزكاء المتلقي نرجع بقى لنقطة الجيري السيرفس فبعدين غيروا التأمين وانا ما عنديش فكرة كده يعني زي ما تقول كده غيروا الكفيل بتاعك من وراء الشاشة اللي بياخد بنفت عليك او بياخد مصلحة عليك حكومية وحيودوك لواحد تاني عنده مصلحة برضو وانت الزبون ثابت مش مهم انت توافق او ما توافقش يعني مش مهم مش مهم الدكتور اللي انت هتروح له ده انت عاوز ولا مش عاوز مش مهم فانا دائما بحب اروح معاه للاخر يعني يعرف ما حبش هدي السوق النية لما امشي للنهاية وشوف انا حساباتي هتبقى ازاي فانا طبعا قالولي يعني انا رحها المفروض اعمل معادل الدكتور قالولي والله التأمين بتاعك تغير واحنا مش بناخد التأمين اللي انت بقتي عليه اللي هو ايه اللي هو ايه اللي انتو اللي انا مش عليه التأمين بتاعك او الجروب بتاعك تغير فانت اتصل بالنمر تفضل بقتي تتصل بالنمر دي وتتصل بالنمر دي وتتصل بالنمر دي وتتصل بالنمر دي وتعيش مع نفسك في حكاية التليفون لحد ما توصل انه هما خدوا القرار ده بدون علمك طب انا يعني جاموسة في ايدكم مسلا يا جماعة لقيني على الرصيف او تحت العمود مسلا واحد شقاطني من تحت العمود مسلا وقابني البلب بتاعكو دي يا جماعة ولا ايه طب خلاص هنكتب شكوى باسمك ونبعث لك الرد ونقول لك احنا عملنا ايه في الشكوى دي بتاعت التأمين الصحي وبنيابة عنك هنكتب شكوى ان انت ما كانش عندك علم بتغيير الدكتور ولا تغيير الجروب بتاعك الكلام دوت المفروض من 29 يناير 20-24 المفروض تاخد 30 يوم المفروض في اخر فبراير استلم نتيجة التحقيق دوت او الشكوى ديت اللي هم بيتكلموا بالنيابة عنك شوف ادي انا عاملة هابلة ومرايحة ماغي لان فهمتي كويس ان انا عايشة مع علي بشتكة زي الفيلم بتاع اسماعين ياسين وستيفان روستي ما قال له انت تضحك عليها وهات سيف وخد سيف هو المشهد ده متكرر بقى في كل دهية المهم عشان ما طولش عليكم لحد النهار ده انا ما استلمتش نتيجة الشكوى ايه عمل وايه فيها التحقيقات فيها نتيجتها ايه انهم غيروا التأمين بدون علم المريض او بدون علم الزبون بتاعهم اللي بيشقطوه من ورا الشاشة من واحد لواحد ومن منفعة لمنفعة هو مش مستفيد حاجة المهم عدد لوقتي شهر سبت الفويس ميل الست اللي بتحقق في الشكوى ولا عبرتني ورجعت علي مثلا وقالتلي الموضوع كذا او كذا او حتى بعثتلي جواب احنا حققنا او الحكاية كذا او كذا او فلان اللي غلط في كذا اعرف منين المشكلة طيب حتى يعني مفيش المهم رحت بعدها بكم يوم لقيت جايلي امر او هو طلب ان انت تروح لازم للمحكمة عشان تعمل الخدمة بتاعت الجيري السيرفس اللي هي انت عاوز يعني واحد طالب انه هو مثلا او احكام اللي هتكون للتصويت الجماعي فالمهم انا بصيت في بتاعت الكورت علشان اطلع من الخدمة دي لانه انا عندي حياتي ومعنديش امكانية كمان ان انا افهم في القانون وعارفة كويس ان السيستم هنا تلبيس طوائي عارف يعني ايه تلبيس طوائي يعني محدش بياخد مسئولية على الاطلاق على الاطلاق هو جايبك على الصور او من على الباب لنفسه بس وانت تحاسب بقى ايجار وبنزين وانشورانس وعشتك كلها اللي تجيبه ياخده اللي تجيبه ياخده بتقرير ان انا محطوطة تحت ضغط عصبي ونفسي وانا عندي ذي يعني ظروف الصحية الصداع النصفي عندي حاجات والاهم من كل الحاجات الصحية اللي عندي ان انا متوترة جدا وحاسة بقلق يعني عايشة في خوف لان انت في ايدك حياة انسان المفروض تقول هو جلتي ولا مش جلتي هو مزنب او مش مزنب وانت قريدي ما انتش فاهم في القانون دي نمرة واحد نمرة اتنين اللغة عندك مش هي اللغة الام يعني دي مش اللغة بتاعتي مهما كون بمشي نفسي في الشارع في الشغل في اي حاجة ما هيش اللغة بتاعتك اللي هو كلمة عن كلمة تفرق ده يعني لو استخدمت كلمة المفروض بتستخدمها في الشارع في المكان ما بيبصلك من فوق لتحتك كأنه انت حقق حقير كأنك حشرة ما يعرفش ان انت بتعاني عشان تجيبلك كلمة دي في ذهنك اساسا فسعب بتستخدم كلمات اللقصاتك ما بيدلكش عذري فيها خالص يعني يعني بيعرف من الأكسنت بتاعتك ان انت صحيح مش ابن البلد بس يعني وانت بتتعلمش ليه كأن انا يعني بقوم الصبح كده يعني بلاقي الحياة جنة جنة وعندي وقت عشان اتقن اتقن الأكسنت بتاعتي واتعلم اللغة اللي هي جوه المكاتب يعني فالمهم انا بصيت في التعليمات بتاعت المحكمة اللي هو ايه الحاجات اللي مطلوبة مني انها تكون موجودة مني عشان نعمل الخدمة دي فوجدت ان انت لو عندك اللغة ما هيش اللغة بيرفكت وما هيش ممتازة فانت مش مش كولافايد للسيرفز طبعا فانا بعدت ايميل للمحكمة وقلت لهم والله انتوا وفقا للبند دوت بتاع المحكمة شروط الناس اللي حتشارك في التصويت على القضايا اللي حتعرضوها علينا انا ست اللغة بتاعتي مش هي دي اللغة الام وانا مبكلمش انجليزي بطلاقة ولا دي لغتي الام وفقا للانستركشن اللي موجودة على الكورت بعتولي بعدها بعشر تيامة واسبوع دي ناي دي ناي يعني رفض ولازم تحضاري طيب بصت تاني يمكن انا رحت سايت تاني او غلط وبصت في اللينك اتأكدت تماما تماما ان دي كاليفونيا وان دي اورانج كاونتي وان ده الانستركشن بتاع الولاي اللي انا عايشة فيها والمقاطعة اللي انا عايشة فيها رجعت التاني بعدت الاميل للجاج اللي هو المكتب بتاعه المفروض مش للكلارك اللي هي بتكون زي السكرتيرا كده بعدت لقاضي نفسه يمكن يعني قلت ممكن بعض الناس برايز بقواعدين في الكراس هنا برايز ما فيش اكتر منهم من كل لون ما بتلاقيش ابدا ابدا في سكتي اللي هو يستهل ان يقعد في الكورسي ده يمكن حالة حالتين ثلاثة لكن السواد الأعظم برايز فقلت يعني ايه انا برضو شغل وعي عشان ما شيلش مسئولية انا لأ برضو اتصل او ابعت الاميل ده تاني للمكتب بتاع القاضي لف الاميل تاني وراح للكلارك وجاء لي الرد بانه ملأ برضو فقلت اخد الورقة والاميل وارح لهم المحكمة قلهم انتو يعني مصممين علي ليه يعني بعد ما روحت المحكمة قالت الانجليزي بتاعك كويس انت لحبت لو هو كويس بس ده مش اللغة بتاعت المحكمة جوه مش هي اللانجودش اللي انت بتستخدموها في المحكمة فازاي تحطي حياة انسان في ايدي وانا اساسا مش فهمة القانون ومش فهمة اللغة بدرجة جيدة فازاي هتحطيني اقول اه ولا لا هو مزنب ولا مش مزنب واطلع بعد ما اطلع من المحكمة يعني ازاي منطقيا قالت لنا عزراكي انا شخصيا مولودة هنا وبعد ببقى مش فهمة اي حاج ما وصلناش لأي حاجة في الحوار غدنو انا لازم اظهر لازم اظهر في المحكمة واقول الكلام دوت مش في كتابة ما لما رحت للدكتور الجديد طلبت منه انه يكتب لي تقرير بالحالة بتاعتي ان انا تحت ضغط عصبي وسترس عالي جدا مخليني حالتي مش كويسة وانه ده بيأثر علي لاني عندي مشاكل في عضلات ايدي وما بقدر شمس الكوبية القهوة بسبب التوتر والسترس ده والان اطلع من المحكمة خدلي طلقة ما تطلع من المحكمة يعني انا بحسب على المشاريب على حاجة يعني مش كف إليها أساسا وانا فاهم ده كويس فالخلاصة بتاعت المقابلة بتاعت الكلينيك او العيادة انه انتي ما نقدرش نكتب لك تقرير لانك انتي لسه ما بقالك عندنا ستة شهور او سنة فما نقدرش نكتب لك تقرير انتي مش الزبون بتاعنا في العيادة احنا لازم عشان نكتب حاجة زي كده يبقى بقالك ستة شهور عندنا بس ممكن احولك للدكتور النفساني وتحكيله اللي انتي قلتي فيقول يعني هو اللي يكتب التقرير ده للدكتور النفساني فبتاني تاني 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 انا عارفة كويس ان اللف والدوران ده كله ان احنا نضرب بالصحة العقلية خصوصا لما يبقى الزبون دوت من الزبون سهل احنا بقالنا سنين بنضرب له عقليته بقالنا سنين بنخلق له الفوضى الخلاقة بقالنا سنين بنلففه في دايرة اللي هو يعني دايرة مغلقة مخلفة مرور مش عارف ابصر ايه وعارف كويس 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 السيستم ماشي ازاي جوه المغاطر ما بياخدش حقه السيستم دا موجود للمنفعة الحزبية والحكومية فقط لغير مش لينا فانا ازاي 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 في التحقيقات بتاعت راجل الشرطة ها ازاي 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 في تحقيقاته اللي بيديها للقاضي وازاي ازاي 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 في اي تحقيقات من اي نوع وانا مريت تلاتاشر 14 سنة دول بتجربة او اتنين او تلاتة شفت فيها نعدام المهنية وشفت ان هما في خناقة عرقية وخناقة حزبية وخناقة دينية اه الاحكام بتيجي اه يعني انا شايفها يعني انت بتحط الشخص اللي هو مش يعني هو مش كلفايد للحاجة دي وتقول له حاسب يعني هو ما بتكلمش انجليزي كويس ومش فاهم انجليزي كويس وتقول له خد اه اقول لنا الرجل ده يعني مزنب ولا غير مزنب فانت كده يعني وبعدين خد بالك انت واخد الجنسية من 2016 ما جات لكش السيرفس ديت ها الا دلوقتي لما غيرنا الدكتور الاولاني والجروب الاولاني اللي عنده الملف بتاعك من كل النواحي فانقص اوصل لكم يعني هي حاجة شخصية بس احاول بديكم نقطة بحر 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 انه الحياة هنا البيئة فزدة بيئة فزدة من كل النواحي من كل النواحي وماحدش بيتحاسب ولما ييجي الشخص الغلط في الكورسي انا لازم استنى استنى لما الحزب دوت او الريز ده يمشي وييجي واحد تاني مفيش عندنا حاجة اسمها انه انتو شغالين عندنا شغالين لنا للشعب لا هم بيتخنقوا مع بعض بس احنا بندفع التمن في الشارع وبندفع التمن احنا لازم نشوف بقى الازمات اللي هم خلقنها ديت عشان دي خناقة بينهم كبيرة فاحنا لازم يدفع تمنا على ارض الشارع ان احنا نلاقي شغل ده لو لقينا شغل فبالتالي نرجع هتقول لي رجعي ولفي ورجعي ابوس ايدك رجعني ابوس ايدك رجعني تاخد ازاي ازاي ازبابك الامنية والمادية وازمات الاضرار اللي انت سببتها لي اخدها لدولة تانية حتى لو هي الدولة الام ولا حسب انت على المشارب عشو احنا ما كانش عندنا حد بيحسب على المشارب شوف انا يعني بحاول اتكلمك بموضوعية شديدة جدا وبشكل يعني منطقي وعقلاني بدون اتعصب ولا اروح بعيد فيعني حاجات كتير مش عارفة اوصلها لكم بس انا اصدق لكم دايما ادوا العزر للعايش برا العايش البرا دوت ما بيعرفش يعيش مع الناس لان الناس اللي في الدول زي امريكا مثلا ما عندهاش لسه فكرة التعايش لجزور ما عندهاش جزور انت عندك جزور عارف يعني ايه عندك جزور الحكومات والانظمة والرؤساء والناس اللي مش عاجبينك وشايفهم نهاية الكون انت عرفت طريقك على التحرير تقدر تنزل على التحرير تقدر تلم اتنين ثلاثة خمسة في دايرتك من جيرانك من اصحابك وتنزله في كل الاحوال تقدروا تعبروا عنده مترابط باي شكل من الاشكال انا بشوف بتوع المحلة في حالة غليان بشوف دول بشوف دول بشوف دول كل العمال اللي حوالين المحافظات وطلباتهم اللي ابسط من كده المواطن عندك بيقدر يروح لعمر قديب ويكلموا في التليفون من غير ما يقولوا هاتفلوس المواطن عندك لما يحب يشتكي او يحب يعمل اي حاجة او يقدم بلاغ يطلع في اي برنامج مش بس عمر يطلع عند مونا يطلع عند اي مونا الشازلي يطلع عند الاعلاميين المصريين محاج بيقولك هاتفلوس عشان تطلع تتكلم محاج بيقولك هات هنا كل شوق بفلوس الا انت الا انت الا انت ما تسويش اي حاجة فالموضوع مختلف تماما في التفكير والوضع مختلف تماما فانت بتحس ان انت طب انا عليا بايه كل الفيلم ده يعني انا كمان اطلع فكت نفسي معاكو شوية على الهوى يا سيدي قلتلك ان انا مثلا كذا او كذا او كذا مش لازم تخش تشتمني ومش لازم والله العظيم انا معرف واقل غنيم والله والله ورحمة بابا معرفه ولا فيه بيننا اي صلة بس صعبان علي اعرف يعني اي صعبان علي لان انا كنت المواطن اللي هو حزب الكنبة اللي هو منزلت في مظاهرة في مصر عمري ما دخلت في حاجة ممكن توديني ورا الشمس يعني دايما برصد الاحداث بس وحاول بشكل يعني يرضي ضميري اعبر على قد ما اقدر لكن بالنسبة له هو هو في صدمات صدمات كبيرة هو واللي زايه الشباب اللي زايه اللي تركبوا واللي تسرقت منهم مستورة وطفشوا يعني طفشوا مش هو بس يعني دول في ازمات كبيرة جدا النفسية ازمة ان هو خسر معركته جوه وما بقاش يعني عارف ياخد حقه جوه وطلع لقى نفسه قبل الخليقة بقى بعد ما كان في نص الطريق ممكن ممكن ربنا يكرمه ويقدر ياخد منصب قيادي ويغير في سياسات يغير في دولته يغير في بلده لقى نفسه رجع ان هو مواطن من الدرجة التالتة او من الدرجة الرابعة او مش مواطن اساسا محدش معترب بيه انتو مش هتلاقوا الكلام اللي انا بقوله لكم دوت بامانة لانه احنا السوشال ميديا يعني متحكم فيها فصائل معينة الطيار الديني متحكم فيها والطيار الصهيوني متحكم فيها والمعركة بين دول ودول وإحنا في النص جوه وبره اه يعني في حاجات كتير هو مش هيقولها لك عشان هو عايز يعني يحجبها عنك لكن اللي في النص بقى اللي زي حالاتي كده اللي هو لا لوف الدور ولا الطحين ولا هو عنده منفعة حزبية ولا منفعة سبوبة زي المنظمات الغير ربحية ما بعندكش المصلحة دي انت مش معند انا ما عنديش المصلحة دي بكلمك كمواطن كمواطن وكإنسان على أرض الواقع انا هنا بتقابل بأكتر من وقع الغنيم وبكبر دماغي بعمل نفسي بشو غدبالي منشايفاه منسامعاه عشان عشان حسيت ان هم ضحية ما بتقدرش تكرهوا السيستم هنا بيخليك لازم توصل لمرحلة الكراهية والحقت ورفض الاخر لان دي سياسات بتخلي الناس في حالة تنافر في حالة رفض مش بتوحد المجتمع دي سياسة فرق تسود هنا عالية جدا 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 يعني متجزرة عشان تحاسبها أو تغيرها أو تعيد هيكلتها للمفهوم الإيجابي انت محتاج سنين ضوئية انت ما عندكش الأزمة دي ما عندكش أزمة العنصرية والتمييز هنا بقى موجودة من السمة للأرض تلبيس طواقي لكل الكراسي لكل الكراسي ولكل المناصب فبالتالي المحققين المحققين أو الناس اللي بتحقق في حاجة أنا ما عنديش ثقة فيهم لأن التحقيقات بتقوم على التحيزات الحزبية في المقام الأول ثم على التحيزات الدينية والعرقية واللون بتقوم عليها كده ده غير ان القانون أساسا القانون نفسه ما بيتطبقش إلا على الناس الغلبانة يعني لو أنا عملت شيء أنا أتحسب عليه كده كده بس أي حد تاني في كرسي آه إحنا معنا وقت بقى معنا وقت طويل طب والمجتمع زنبه إيه الشعب زنبه إيه يبقى أنت بتستبدل الناس بناس بحجة بحجة إعلاميا عملها في العالم كله حجة الجيمقراطية حجة إن إحنا الانفتاح حجة وحجة وحجة طب والتنمية المستدامة بقى اللي خد الجنسية عنده جيل أول وجيل تاني وجيل تالت وجيل رابع عنده تمكين في العمل عنده تكافؤ فرص عنده مساواة ولا بتلففه كعب دا لحد ما تطلع روحه روح اللي خلفه يبقى على الرصيف ويبقى مجنون ويبقى متشرد ويبقى هوملس ويبقى 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 لحد بكرة الصبح تم دا اسمه ضرب الصحة العقلية ها عمدا والنفسية عمدا دي جريمة إن أنت تضرب للإنسان نفسيته وعقليته وإزاي يشتغل وإزاي يبقى منتج وإزاي يقدر يلاقي شغل وإزاي يأمن دخله دي الشبكة اللي إحنا عايشين فيها أو البيئة اللي إحنا عايشين فيها بولاية كاليفورنيا وتقول لك إحنا سادس وخمس فنكوش على مستوى العالم في الاقتصاد في إيه؟ في اللفة والدوران لما نيجي نصوت التصويت مثلا يقول لك والله إحنا هناخد منح من من الضرايب أو من المال العام بتاع الخمسين ولاية عشان نبني مباني للهوملس المشردين ونبني مباني للناس اللي على المخدرات ونبني مباني لكل الفئات اللي في الشارع وإنت أساسا إنت أساسا إنت أساسا كمشرع وكسياسي إنت لرميهم في الشارع إنت اللي عملت قانون الطوارق ولازم تسأل نفسك عملت قانون الطوارق ليه؟ وعلى أي أساس خدت الناس للمحاكم في وسط في وسط قانون الطوارق وطلعتهم من بيوتهم رميتهم في الشارع وعاوز فلوس تاني عشان الناس اللي إنت فتحت لهم الحدود الجودات بقى يركبوا مكان دول اللي في الشارع حيموتوا حيموتوا فنرجع تاني لأصل الموضوع إزاي أنا بقى كمواطن راصد بالتجربة الحية مش حد حكالي وشاهد على عصر وشفت بعيني ومحدش قلي ووصلت لكل اللي أنا بأتكلم فيه ده وتقولي تعالي المحكمة بقى والله شوفي يعني معانا الموضوع بتاع الراجل ده أو الست دي يا مزنبة ولا مش مزنبة حط نفسك مكاني تسق في تسق في الأحكام تسق في أي حاجة في أي حاجة في منظومة العدلة دي نمر واحد نمر تنين يعني الخدمة دي جايلي أول رمضان أول يوم فرمضان طبعا ما تقدرش تتهم بتوعواء إسلامة ما تقدرش تقول إن هما يعني اللي عاملين كده ولا الصهاينة هما اللي عاملين أنت ما تقدرش تتهم أي حد يعني ما تقدرش تتهم لأنه ممكن هما اللي يكونوا عاملين كده عاملين تصبيط تصبيط الخدمة دي تنتيجي أول يوم عشان هطلعش تكي وأقولي أنا ست مسلمة أنا أول يوم حتكون صايمة إزاي حتكون في المحكمة وده يتعارض مع ديني وده يعني مش من الرحمة ولا من عدالة لأنه أنت تطلب من مواطن إنه هو في الدين بتاعه وعنده عبادة في اليوم دوت تقوله تعالى عمل الخدمة دي من غير دواء ولا ميا إزاي وظائف العقل هتشتغل وهو بياخد أدوية وما فيش ميا وما فيش أكل وتقوله تعالى والله يحكم للراجل ده فما تقدرش يعني أنا فهمتهم كويس يعني يعني ما تقدرش تتهم حد لأنهما في حلقة انتقام مغلقة بينهم بين بعض وشغل الضرير اللي هو يعني الست اللي بتتخانق على راجل مع ضرتها هو بالملي بالملي الحياة هنا في الشغل في السكن في أي شيء في أي شيء فلما بتيجي انت تفكر بقى كمتلقي وكمواطن وكإنسان على إنه هل التحقيقات بقى بتاعت الحكومة إداريا والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية الداتا اللي بيلوموها والمعلومات دي بتبقى مبنية على الحيادية والمهنية ده انت لسه بعيد أو على فكرة التعايم يعني انت لين عامل الجيري السيرفز دي في القانون بتاعك انت عاملها لأنه اللي طالب الخدمة دي أو طالب الحكم يكون للعامة مش واسق في الحكم من القاضي من المحكمة فبيبقى عنده اختيارين إنك تطلب إن الحكم يكون للقاضي أو تطلب إن الحكم يكون للجيري ف يعني أنا طلبت قبل كده في محكمة بسبب الإسكان موضوع في الإسكان طلبت إن المحكمة تجيب لي الحكم يكون مش من القاضي يكون من الجيري ما عملهوش لأنه عارفين كويس كويس إنها حقول إيه والناس حتسمعك وحتعرف اللي انت عارفه فحطوها عند القاضي محطوهش عند الناس وده طلبي وده حقي طب هتقولي مترجم لأ جابوا لك المترجم مرة ومرة التانية غيروا لك عشان ده أسمع الجزء الأولاني فجاب لك واحد تاني طب هتقولي محامي وده حقي ألا لا مفيش محامي أنا نعبي ورق بس واللي بيعبي لك الورق لسه بيدرس قانون أنا ممكن أعمل على فكرة مجلدات والناس اللي عندوكو إعلاميا يعني يعملوا مسلسلات للشباب بس أنا مش عاوز أضيع وقتي أضيع وقتي في القصة الزي دي لأنها استهلكت مني وقت وفلوس وأنا بحب دايما يعني أبقى يعني موضوعية بعدين بعدين أبقى أستغل الموروز دوت فحاجة لو يعني لسه ليا عمر وما فقعت لهمش حاجات قليلة الأدب وخلص علي خلاص الكلام يعني اللي عاوزة أصنهولك أنه يكون عندك شيء من أنك دايما تحط في دماغك وأنت بتكتب تعليق على السوشيال ميديا أنه إحنا مش لوحدنا أنه دي تنظيمات تنظيمات متحكمة في كل حاجة شبكة التواصل الاجتماعي ما هي إزاي ما أنتم مفكرين أن أنت هتقابل بنعمتك وبنخلتك وبنجارتك وبس تقدر تقول أنه يعني لازم يبقى لها سقف كل شيء في الدنيا له سقف يا جماعة ما فيش هجمال هالسقف فما تطلبش وانت على السوشيال ميديا أنه فلاني يعني أنت ضربت وشكلك بقى كذا وشكلك بقى كذا وشكلك بقى كذا تخيل تخيل لما هو يقرأ التعليقات دي ويشوف الشتيمة دي ما لازم يبقى الانفعال بتاعه كده خصوصا أنه في حالة دلوقتي تخبط في حالة تو بي أو نوت تو بي يعني بقى له فترة الناس هنا سبب الجنان والأمراض النفسية محسوق محدوق بتحصل عمدا 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 مع صدق الإسرار والترسد مش لأنه هما جايين من بلدانهم اللي دخلوا من الباب أنا أتكلم عن دخلهم بشكل قانوني مش جايين عشان يضيعوا وقتهم ولا جايين علشان أنت تصرف عليهم ولا تبقى ماما الحكومة هي اللي مسكة في حياتهم وعارفة ما أسكلتهم إيه والقوضة اللي نايمين فيها مع مين والعيشة اللي هما عاملينها بشغل الضرائر دوت شغل اللي بتاعت الحلاوة بتاعت زمان والله العظيم أنا ما بيهرج وحيات ربنا ولا دي نظرية مؤامرة دي معايشة دي تجارب ده السيستم كله كله قاية مع الفكرتين دول شغل الضرائر في كل حاجة في كل حاجة فيه خناقة في كل حاجة فيه اتنين جبهتين حزبيا وإداريا وبوليسيا ومخابراتيا وكل اللي قلبك يحبوا بيتخنقوا وانت في النص فعلى ما توصل للداتا اللي كتبها فلان تلاقيها غلط تروح للتاني تخش في مدهات لازم الدماغ تدرب طبعا طبعا انت ما حتاك تشتغل مش هتقضي حياتك في خناقة من أول ما تسح لحد ما تنام فأنا أدركت تماما ان هو مش قاية مع التنمية المستدامة ومش قاية الاستمرارية هو عايز غيره وغيره 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 كل الشعوب اللي مش فهمة البرتيتة واللعبة ماشية ازاي عاوز وانت تدفع بقى سيبك ان انت جيت معاكش فلوس حتى لو انت جيت معاك فلوس وكمستثمر وعاوز تعمل فلوس حتتفشخ حتتفشخ حرفيا اخوانا العرب واخوانا الاسلاميين ما بيحبوش الكلام دوت عشان دي سبوبة هم مشغلين فيها برضو من كل النواحي ما بيحبوش الكلام دوت فانا الاربع خمس سنين اللي فاتوا الدور كان لازم اقفل بقى خالص واقعد مع المشاهدين على حزب الكنبة على الكنبة زي حزب الكنبة في مصر كده بس بالامريكاني لحد ما افهم منين موضي على فين لأحداث كتير بقى قصص كتير نبقى نتكلم فيها بعدين ان شاء الله بس كل الهدف من الفيديو دوت انه يكون عندك شيء من الانسانية في التعامل مع الناس على السوشيال ميديا ما تحاولش ان انت يعني تتنمر بهم وتشتمهم وتسبهم وتقلل منهم لانه مش هيقدي لحاجة ايجابية يعني انت كده ما قدتش لحاجة ايجابية خالص غير انك زودت البلاء يعني لو حتى ما عندكش نازع ديني وما عندكش دين من ناحية الانسانية انت مش عالفك زروفه ايه مش عالفك هو عايش ازاي ما تخليش شكل شكلنا مع بعض حتى في التعليقات واحنا بنكلم بعض نبقى في حالة خناء خناء طول الوقت وما تخليش حد يلعب في افكارك وحد يلعب في دماغك ما تبيعش دماغك وعشان خاطر الاستقرار جوه بينكم مجتمعيا بصرف النظر خالص عن السياسة والنظام والحكومة والرئيس وكل الافشخنات دي ما بتكلم عالحياة جوه ما تفقتش ابدا الترابط الترابط المجتمعي اللي هو يعني مش مبني على التنمر مش مبني على قلة الادب مش مبني على عدم يعني احترام الاخر يعني ما اقول لكم ايه يعني مش عاوزة بس يبقى يعني زي المدرسة اللي بتدي يدروس كده وشكلي يبقى مش لطيف بس يعني انا بيصعب علي واحد زي زي واقل بصراحة بتدايق جدا جدا لما بشوف ما بكملش الفيديو لانه بيصعب علي شبف زيه يعني كان مستقبله كان يبقى افضل بكتير وكان يستحق ياخد مكانة كويسة ويا ريت يا ريت النظام المصري كان قدر واحد زيه او على قل يعني كان فيه يعني مش هو اولى يعني هو مش اولى من اي حد تاني في مراكز كتير يعني يا ريت النظام حتى ما يبقاش يعني يعني اللجان بتاعته تشتمه يعني هقول لي ايه بس يعني يعني اللي زيه انتوا المفروض تتفهموا تتفهموا كويس دول كانوا يعني شباب طلبين ايه ما بيطلبوش يعني ما بيطلبوش احتلال ولا بيطلبو حاجها غلط ولا عيب مثلا يعني ده بالعكس النظام لازم يكون مبسوط ان عنده مواطن بيطلب حقه المواطن دوت يعني عاوزوا المواطن ده عاوزوا يغير كزا ويعمل كزا ويعمل سياسات كويسة وحاجات كتير 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 النظام مفروض المفروض المفروض ما يبقاش يعني مسلط ناسه عليه هاعتبر ان هو مش مسلط ناسه عليه وان دول الاسلاميين بيحسبوا عن مشاريب في كل حاجة ماشي بس يعني احنا محتاجيني الشباب اللي زي واقل غنين في المستقبل لما يطلعوا ويتكلموا ما نوصلهمش انهم ما يتفشوا لانه لما بيتفشهم وييجوا هنا انا بشوف الفيديوهات اللي بشوفها على السوشيال ميديا من كل الانواع بعرفة كويسة اللي بيتكلم ده كدب والله صادق يعني يعني عارف العدم المحتوى اللي فيه موضوعية المحتوى اللي فيه شتيمة للرئيس او للحكومة او للنظام من حقك تشتم زي ما انت عايز من حقك تشتم بس تشتم في السياسات مش في شخصانة الناس يعني انت تشتم زي ما انت عايز من باب الحرية في البلد اللي انت عايش فيها من باب السياسات انا افهم ان انا اشتم الرئيس ده وانا مع حد في العربية في قط النمعة مع جوزي في بيتي مش على الملأ ما اطلعش كده قدام الملايين واشتم الرئيس واخد بلك خصوصا لما تبقى فاهم انه هو يعني يعني مش هيقدي الحاجة السوقية دي مش هتقدي الحاجة مش هتوصلك لحاجة بل بالعكس يعني هتبقى الأمور معقدة النهاردة بس يعني حبيت ان انا يعني اشارككم رأيي في موضوع واقل غنيم وديتلكوا يعني جزئية تأكد تأكد انه العيشة برا مصر خصوصا في في امريكا حمدتاني خالص غير ما انتم فكرين غير ما انتم فكرين انتم عندكوش الازمات المتجزرة مجتمعيا ونفسيا واقتصاديا وسياسيا اللي موجودة في المجتمع ده فأول نعش أول حاجة هتندرف في نعشكم هو يعني التفكك المجتمعي ان المجتمع يبقى متفكك وان احنا نشتكي من غير ما يكون عندنا شيء من الموضوعية في النقاش والكلام مش هيوصلك لأي حاجة بل حيدورك انت كمواطن قبل رئيس الدولة والله العزيز هم عايزين كده اي حد اي حد في الدنيا يعني لازم يعمل كده طبعا لازم لازم هو مش عارف يعيش بره اساسا هو بره من اي طائفة ومن اي لون ومن اي عفريت هو مش عارفين يعيش مع بعض اساسا فيعني بيلف يلف ويرجع يعني نوال السعداء والله يرحمها ليه بعد عشرين سنة قعدت في امريكا رجعت رجعت لما القضاء المصري سمح لها او انها عارفت تلاقي منفذ ورجعت قالت كل اللي عندها بعد عشرين سنة لو كانت بقى هنا واخد حقها ها وعرفت تاخد حقها في المجتمع كانت ثابته كانت رجعت تاني ده سؤال لكل اللي بيفكروا ان الدنيا جانة برا السيتي بحجمها دوت حتى لو انت مش يعني انا يعني ما بقولكش انها كاملة حتى لو انت رفضها احنا بديتكلم في اسئلة موضوعية جدا جدا ومنطقية لو السيتي دي بحجمها ده خدت حقها برا في العيشة كانت رجعت تاني واغلب اللي رجعهم بعد سنين او اندفنوا اكيد عندهم اسباب اكيد اكيد لو هو الالفة لو كان الالفة في كل الميديا بتدهولك ما كانش يلفه ورجع وعشان يلفه ويرجع دوت انت يعني بتطلب منه حاجات كتير اقتصاديا ونفسيا وانه يبدأ متاني وخلاص فاته ووقت كتير عشان يرجع يعني حاولوا تفكروا في الفيديو دوت بعد ما اقفل بشيء من الهدوء من الهدوء نصيحة نصيحة انا ست عايشة بقى 14 سنة عايشة معهم مفيش حوق للمرأة ابسط حاجة بلاش انا بلاش انا خالصوا الشخصانة بتاعتي عندهم ست جات في الكرسي من 100 سنة انت عندك في تاريخك في تاريخك في الخمس ست سبع تلاف سنة عندك كذا ست جات في تاريخك هم عندهم ستات جم اخر 100 سنة اللي نزل قدام ابو حنان دي قدام من رئيس ترامب انا بحسها زي بتوع الاوكشن بالزبط بتوع المزادات في مصر اللي واتعشقه خمس ستالاف عشان يرفع المزاد ويخلع بعد كده بالزبط كده حتى الست اللي المفروض انا اقتنع بيها كمواطنة امريكية وديها صوتي لحد اللي ترامب ومش حدولها طبعا من غير من غير ما اخش في تفاصيل ومن غير ما اروح ادور الفلوس بتاعتها جاية منين وكل الادعايات اللي بتقول انها يعني من الحزب الديمقراطي في غطاء حزب المحافظين لكن انا اقتنعت بيها ايه الاجندة بتاعتها ايه تاريخها ايه اللي قدمته يعني حتى الكوادر المفروض المفروض يحضروها للست عشان تدخل في منافسة مع الراجل في السياسة او في الحكم او كرئيس الدولة مش ما عندهمش حتى مئة سنة مئة سنة يعني مئة سنة يحضرو في يوم ستات ستات ينزلوا السباء بتاع الرئاسة ما هو لو فيه ما كانتش ديه اللي نزلت ما كانتش ديه اللي نزلت يعني لو فيه خدمة قبل كده عشرين سنة والعشر سنين حتى وعندها تاريخ انا كمواطنة امريكية انتخبها لكن انا مش شايفة لها اي تاريخ وحتى الكمونيكيشن بتاعتها حتدخلنا وفي ماتهات قلعا من اللي احنا فيها اساسا قلعا من اللي هي يعني انت برضو مش جاية للمواطن انت مش جاية للمجتمع بتاعك انت مش جاية تخدمين احنا فرست انت مش جاية لنا احنا برضو انت جاية اللي بتوع السبوبة بس فحتى الست لما بتشوفها لنزلة قدام الراجل في التراوى خالص يعني انا كست انا بقولك يعني لو فيه في حقوق للمرأة كان لازم يكون عندهم ست على قل من مئة سنة ده عرافك قد ايه قد ايه ان الست ملاش اي حقوق هنا الست على الحدود الحدود بتاعت الولايات في كاليفونيا وفي ولايات تانية اللي بتنط من على الصور بيغتصبوها بيغتصبوها عشان يعدوها لو معاش فلوس لو معاها فلوس يدفعوا عشر تلاف دولار عشان تعدي عن طريق المكسيك او عن وطبعا بتاع الحدود عاملينها سبوبة كمان زي بتاع الحكومة بتاع المساعدات ما عندهم سبوبة ليك خمس ست سنين على ما ربنا يا كريمة كده وتفهم ان انت انضربت على قفاك اللي على الحدود برضو عامل سبوبة فالست على الحدود بيحصل الله اغتصاب ففين بقى فين حقوق المرأة هنا ده انا ممكن اقعد اعمل قناة يعني لطيفة زريفة فيها مراحل خلصت الكلام عشان ما طولش عليكم في الفيديو اكتر من كده انه يعني مصر طول عمرها طول عمرها اساس اساس مفهوم الانسانية اساس مفهوم الانسانية بندرسها بندرسها وكفكر مجتمعي بنعلم العيالنا وعيال العيالنا الرحمة تقبل الاخر ما نتعالاش على طبقات الدنيا يعني حاجات كتير مفاهيم كتير كتير كلكم متأكدين انها موجودة بس محتاج ان انتو تكتروها ما تقللوش منها ما تسمحوش لاصحاب الامراض واصحاب القلوب اللي مليانا حقده وكرهية علينا جوه وبرا ان يدخلو لكم منها وتفضلوا في حالة تنحر في التعليقات واشتيمة وتضيع وقت وتربية كراهية الاخر هنا رجل الشرطة مثلا بيخاف من المواطن المواطن مش طيقه انا بعد 14 سنة لا يمكن نسق فيه لا يمكن نسق فيه لا يمكن هو مشتغلش ليه ابدا الاجهزة كلها اللي في 14 سنة خبرة في كاليفونيا في مقاطعة اورانج كاونتي مستفيدة منك واخدى ديس أدفانتش عليك فانت في سجن حرفيا في سجن هتشتكي مين هتروح للليجال ايد والله هتقول له ما نعاوز محامي هقول لك ما عندناش انت بتاعنا نحطك هنا نجيبك هنا اقا فيعني انت ما عندكش ده انت عندك على قل حوار مجتمعي مع رجل الشرطة يعني حتى لو انت متدايق منه مش طيق بس عندك ارضية مشتركة في الحارة بتلاقي رجل الشرطة بتلاقي شويش كل بيت وكل منطقة شعبية ومنطقة فيها هنا او هنا بتلاقي جارك ابن عمتك ابن خالتك ده معناني فيه تمكين تمكين العمل الحكومي مش بس رجل الشرطة رجل الجيش ايا كان يعني ايا كان حتى الموظفين انت عندك شيء من التمكين لابن المجتمع للمواطن انه يخدم جوه معاك فمصدر ثقة حتى لو انت مختلف معاه سياسيا في حاجة او شايف انه هو البلطاجي انا بجيبها لك بمنتصر انه هو البلطاجي بتاع النظام او الرئيس بس في النهاية لو رجعت بتاريخك لو رجعت بتاريخك في صورة 25 يناير مبارك هو اللي طلع من المشكلة ومين اللي حاسب على المشاريب وضرب نار على الناس زابط الشرطة او بتوع الداخلية ده اللي حاسب على المشاريب ده درس كبير قوي درس كبير قوي في المستقبل انه ما تدخلش نفسك في اللعبة السياسية او في اي حاجة في اي حاجة انت موجود عشان المواطن عشان حماية المجتمع عشان وعشان وعشان مش موجود عشان تبقى يعني بلطاجي للنظام واكيد ده حساباتهم حتى لو حتقوللي للصبح 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 انت مش شايف الجنان اللي احنا عايشين فيه هنا مجرد انت بس يعني يشوفك ابيض او اسود احنا في موضوع تاني خلص بقى يعني مجرد ان الابيض بيبقى خاف من الاسود والاسود مش طيق الابيض قصة 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 محتاج لك تجربة الف سنة الف سنة من من انك تبقى بتدرس في الكليات وفي المدارس وفي كل مكان وفكر مجتمعي على فكرة التعايش والانسانية وتقبل والاخر عشان يقدي في النهاية ان المجتمع بيقى ناجح ويبقى عنده ارضية مشتركة ويبقى عنده جزور انت عندك الجزور لمدة طويلة هو لسه ما عندهش الجزور دي ابن مبارح بقى له 300 سنة وحتى هو عنده 300 سنة هو ما عندهش النية لانه للأسف اللي بيقوله من هنا كل واحد عنده سبب للانتقام فبيدور على السلطة وعى الفلوس عشان ينتقل اللي معرفش ياخده ببلده فبالتالي احنا في دائرة دائرة مغلقة للانتقام بيدفع تمانها الناس اللي هما زي حالتي كده اللي ملهمش في الدور ولا الطحين ولا هما جايين بأمراض نفسية ولا هما جايين في قلبهم حقد وكراهية وعاوز ينتقم هو بيتعمد يتعمد بقى في السياسات انه يضمك يضمك بينعدام ان انت تاخد الحق بتاعك انه يغد فلوسك انه 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 انت تنضم من الكراهية بعد ما اتقول انا مش طايق ما يتيني العيش اقول لك انت ما بتحبناش انت كراهنا يعني انا حبيت بس اقولكم كلمتين دولار لرمضان يعني وبالناسبة كمان يوم المرأة اتفرجوا على المرأة هنا اتفرجوا على المرأة ما فيش مرأة يعني الست لسه ما وصلتش عندهم انها تبقى رئيسة الدولة واللي بنجيبها في الكرسي اللي هي يعني انا كست عقلة ما بشغلش غل دماغي على ارض الواقع ما ليش دعو بالشعرات والكلام الحلو والعواطف انا عاوز على ارض الواقع اجندة او حاجة انت هتعمليها لنا انا ما بيجيبوش دي ما بيجيبوش دي دي تلاقيها زي حالتي كده مدعوك مدعوك لكن نركب برايز بنركب برايز في كل المناصب اللي نقدر نمشي ونقول له عمل كذا وعمل كذا حيتعبنا بقى نلففوا كعب داير البشوات بتوعنا والليلة بتاعتنا يعني رفقا بالناس يا جماعة رفقا بالناس وخصوصا اللي عايشين برا مصر هم مش عايشين بمزاجهم يعني هم لقوا الاحلام بتاعتهم هم شباب جوة ان هم يحققوا اي حاجة او يغضوا حقهم وكانوا طلعوا هم وصل اللي هم فيه دا غصب عنهم مش بمزاجهم فكل سنة وانتوا طيبين رمضان كريم عليك وعلينا وعلى الانسانية يا رب وكل سنة وكل ستة مصرية بخير واللي قدر اقولهلكم ان انتوا ما تسكتوش ما تسكتوش وما تخافوش بس اتكلموا زمانتوا عايزين وعبروا زمانتوا عايزين من غير ما تجرحوا الناس ومن غير ما تسببونهم ازمات نفسية تضيف تعب نفسي على الحال هم متنايلين عايشين فيها ان هم مجبرين فيها زاديتك مثالة هو يعني انا ما عنديش اي حاجة تخلينا اضرب الدماغ فتروح للدكتور تقوله انا عايز تقرير لكذا انه واحد اثنين ثلاثة عشان اروح المحكمة ما شلش زم بحد في رقابتي ويبقى تقتل ولا تسجل على حسي وانا متنايل بستين نيلة اللي اخترني اخترني عشان مش عارف يخلص مني ازاي فكل يوم بيخلق لي كارسة فوق الكارسة ما انا من الفين وستاشر وانا معاي جنسية مش معا دلوقتي غيرت التأمين الاول وعارف كويس ان الدكتور مش هديك تقرير لان انت ما عابق لك ستة شهور لسه ما يعرفكش واو اليوم رمضان يا طرى بتوع واقس لما هم اللي عاملين الفيلم دوت فيا ولا اللي مش طيقين التانين ولا التالتين ولا الرابعين شايف شايف الحوار عامل ازاي شايف الحوار عامل ازاي شايف الحياة شاكلها عامل ازاي تتك نقطة نقطة من مليون الف مثال لو قلتهولك حبوس ايدك وش وضهر وتسجد لربنا تسجد لربنا ان انت عايش في مصر وانه الحكومة اللي مش عاجباك او النظام او الرئيس واتفر يعني في ايدك انت في ايدك انت بالموروز بتاعك وتاريخك كله قبن عن جد ان مع الوقت تتجمعه وتغيره وعارف سكتك عارف سكتك هتروح في هتنزله في المحل وحتنزله في برسعيد وحتنزله هنا وهنا 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 حتى لو هم عاملين الللي وانت فاط بيك هم مش هينسوا اليوم ده ابدا مش هكرروا تالي لانهما مش اغبية برضا فيعني حاولوا حاولوا تفكروا في الكلمتين اللي انا قلتهم لك دول كده مع نفسكم لعله وعاسى يعني اللهم بلغت اللهم فاشهد يعني دي شهادة شهادة حق شهادة حق فمش هطول اكتر من كده وكل ساون طيب